اشتركوا في القناة ابن دينار عن ابن ابي مليكة عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعتم مني يعني قطع من لحمي ودمي فمن اغضبها اغضبني صلى الله عليه وسلم هذا في حب الوالد لابنه ما في اغلى من الولد سبحان الله وخاصة اذا كان مرضية متما كان مرضي صار اغلى انسان في الدنيا اغلى من كل شيء ربما الولد هو اغلى من الزوجة اذا كان صالحا يمكن بالايام يعني اذا الانسان سبحان الله فقد المشاعر الايمان قل وعق الولد اباه صار اكره اليه من كل شيء ابدا لابدي شوفه لا يجي لعندي ولا سلم عليه روى الشيخان عن عائشة شيخان البخاري ومسلم عن عائشة قالت ان كنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة هذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم يسنه يسنه انه الانسان لما يكون مريض وخاصة من بده يستنفر من حوله سبحان الله وقت المرض المرض من الشدة بيعرف الانسان قيمة من حوله انا بقول لهم الاخوان الكرام اهتموا باولادكم واحبابكم الانسان يعني اولاده وزوجته واخوته الي هني من امه وابوه هدول يجب ان تكون العلاقة راقية لما الانسان بيمرض ميمده يحمله ما في حدا يحمله بيت الجيران بده يحملوك ما حدا سبحان الله لما بتصير الازمة ما بتلاقيه الا اقرب الناس اليك يعني هني وفي ناس سبحان الله حتى الاولاد انا معرف سمعان لكن اخي انا بريت كثير خدوا انتو ما في مشاعر هي كمام تجي من قلة الايمان ومن احسان الوالد لأولاده توفى لو اتى الازمة لم تغادر منا واحدة فاقبلت فاطمة عليها السلام تمشي لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآها رحب بها قال مرحبا بابنتي ثم اجلسها عن يمينه ثم سارها سار يعني وشوشه ما حدا سر هذا صف لو كان بده يحكي النبي صلى الله عليه وسلم كان حكى على العلن قال فبكت بكاء شديدة وظاهر الشيء ببكي فلما رأى حزنها سارها الثانية لتعالي فاذا هي تضحك فقلت لها أنا من بين نسائه خصك الرسول صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا ثم أنت تبكين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارها هل النسوان هيك بيحبه شو قال ليك يعني سبحان الله هاي طبيعة عند المرأة خلاص متما سر خلاص لا تدخل قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره هذا سر هل إذا بدك تعرف الزلمة أو المرأة أنه متزن أو متزنة جربوهم بالسر أنت بس جرب أنه تعطي سر لامرأة بصير خبر عاجل بالأحمر لو كان من المقربين ألا في شيء سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام قام به في حياته حتى لم يخبر به عائشة من بينها فتح مكة لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة ما أخبر أحد من النساء ليش؟ لأنه يدخل عليهم بغتا في شيء ما يتخبر في حد قال ما كنت لأفشي على رسول الله سره فلما توفي قلت لها عزمت عليك بما لي عليك من الحق أنا شو؟ أنا زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ألا سبحانه متى ما مات الإنسان ما عدت فيه سر خلص خلص راح لدار الحق أن تخبريني قالت أما الآن فنعم فأخبرتني قالت أما حين سرني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة وإنه قد عارضني يعني ذاكرني لذلك الحفاظ الواحد أدما كان حافظ وعم يقرأ لحاله يمكن يمرئ لنفسه شغله بدون ما يشعر بدك تكون دقيق تعود تقرأ أنت وأخه من الحفظة ويعود واحد يضبط الجلسة سبحان الله عم تذكر أول ما جيت على الجامعة للاباشها بالتسعين أنا بدي أعود سمع اللي بدي أقرأهم بالترويح ما في حدا من الشباب الحافظ كلهم طلاب صغير صغار عندي جيبهم سجل ومسجل اللي أنا بدي أقرأهن الجزء سجل الجزء وبعدين اسمع الجزء تصور أنه أديش الشغلة طويلة هذا شوف شلون والله هون وقفنا هون يعني دأرنا هون أخطأنا ألا الحمد لله صار في حفاظ والله يبارك بكل إنسان يحفظ كتاب الله قال أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة وإنه قد عارضني به العام مرتين قرأوا إيش ما نعلم في شغلة استثنائية ولا أرى الأجل إلا قد اقترب من؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أجلي قد اقترب فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك قالت قالت فبكيت بكائي الذي رأيتي فلما رأى جزعي سارني الثانية النبي اللي عم يحكي أما لأنه الأجل قد ترب أعمى هل كان عمر النبي؟ كان عمر النبي عسى وصام ثلاثة وستين محان الله هل هو ثلاثة وستين هو عمر النبوة وعمر العمر المعتدل من حياة الإنسان هل أمتى الواحد يحيرون للتقاعد لكي أنه يرتاح ستين هل بعض الحالات دعونا للخمسة وستين يعني إذا كان له قيمة يعني ما بتتعوض مثل مثلا يكون مستشار قضائي بمحكمة الاستئناف أو بالمحكمة النقد أو مثلا ضابط كبير في الجيش هذا خبرة نعم دي يأتي واحد مثل حكايته أكثر شيء سبعين بعد السبعين بيبدلش الإنسان إيش هل من زمانهم كان سبعين هل من من الثلاثين بيبدلش ينكيش ثلاثين معه ضغط خمسة وثلاثين سكر وضغط أربعين سكر وضغط وقلب خمسة واربعين ضغط وسكر وقلب وروموتزم وبعدين بيروح يمين وبيروح شمال خمسين خالص على هذه الأشياء التي نرى أعمار أمتي بين الستين والسبعين اللي الله عطاه فوق السبعين هذا الأول شيء بده يكون حامد وشاكر ودائما يترقب الآخرة ويزهد بالدنيا يزهد بالدنيا حاجتنا هيك بتعلق بالدنيا وخفف خفف عطي هذا حصتهم باريا سئلت أنه ممكن أنه وزع على أولى لك عطيهم خليهم اسعدهم قالوا أنا بس يكي يعني ديروا بالكن علي بالأكل والشرب وبالرضى والمصروف قال فبكيت بكائي الذي رأيت فلما رأى جزعي سارني الثانية قال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة في رواية لغير البخاري ومسلم ألا ترضين أن تكوني أولى أهلي لحوقا بي رواية سيدة نساء الجنة يا جماعة تصور على شيء أخذنا الأخوات اللي عم تسمعنا أنه يحطوها إيش هدول تبعا اللي بتصيروا بزنس سيء بتصير إيش يعني شو بيسموهن يعني ألا مثل ما في بزنس مان صار شو فيه كمان الأفنديات من النساء أي تصوروا ببعض الدول بيحطوهم بغرفة تجارة يمكن أن تصير هي المسؤولة ما عد على يحملها المرأة إذا استلمت منصب يعني وإذا الله حكم إمرأة بالأمة يا لطيف يعني بيكون مع أنه النساء ما دخل النساء بالرجال يا أخوانا الكرام بالإدارة لما أم سلمة أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحلل أمام الصحابة هذا وزن أمي هذا لكن الأصل أن تكون المرأة سبحان الله يعني تحت طوعي الرجلي فبشان هيك يعني ضحكت عاشت بعد النبي ستة شهور لأمر الله عز وجل لقدر الله وأنا بشوف يعني سبحان الله الله عز وجل حكيم لو كانت ستة فاطمة عايشة وقت وقعت الجمل وقد صفهين هي بنت النبي يعني بترفع سيف شو بيقوم مئة ألف سيف بكلمتها نبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل نبيا نبي عليه الصلاة والسلام لم يبقى من أولاده أصلا أولاده سيدنا يعني إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره أربع سنوات لما مات ما في من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام ذكور نبي لك هذا ابن النبي خليفة النبي نبي عليه الصلاة والسلام حتى من الصحابة لم يترك خليفة إشارات مروا أبا بكر فليصلي بالناس اللي فهم فهم الصحابي قال رضيه رسول الله لديننا هاي الإمامة بالناس هاي شو هاي الإمامة ما كان خليفة إلا هو الإمام أنا فكر الناس فكر الإمامة الإمامة شغلة كثيرة تقيلة تقيلة كثيرة الإمامة وجعلنا منهم أئمة إمام هو الذي يصلي بالناس ويحل مشاكل الناس ويأخذ بأيدي الناس إلى الله صالح للإمامة شو الله أكبر بجي على صلاة الظهر ما بيكون الشيخ بجي مين بجي فلان وفلان وفلان الإمام إمام نبي عليه الصلاة والسلام لم يوكل في حياته إلا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم آخر كم يوم مر أبا بكر فليصلي في الناس أذكركم القصة ثانية عن سيدنا فاطمة لما غضب النبي وقال فاطمة بضعة مني عن أبي المسور ابن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر أنه سمع النبي وهو يقول على المنبر إن بني هاشم ابن المغيرة استأذنوني أن ينكح ابنتهم علي ابن أبي طالب يجونا عند النبي ويجونا أن يزوجه زوجه سيدنا علي من بنتهم خير سيدنا علي شغلة كبيرة كان عندهم الزواج شغلة سهلة واحد يزوج واحدة واثنين وثالثة فلا آذنوا لهم فلا آذنوا لهم ثم لا آذنوا لهم والله يا أخوانا الكرام شغلة أن تجي ضرة على الإمرأة هاي إذا وقعت الواقعة حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يحب ابن أبي طالب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما ابنتي بضعة مني جايين إيه؟ أنه بدين استأذنوا النبي أنه كون النبي عليه الصلاة والسلام هو إيش؟ عمه أبوه زوجته في ناس خرابين لبيوت العامرة تعرفون؟ بكل زمان ومكان كيف إذا أتت امرأة تخبب هذا الرجل على عائلته فوت ايه بتضل ورا ورا حتى يطلق مين؟ حتى يطلق زوجته تأخده عنده أولاد عنده ذرية من أجل إيش؟ من أجل مصالح الدنيا فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها حديث رواه البخاري وروح تللها سبحان الله إذا بدك تقتل المرأة في الحياة وروح تزوج عليها ولا في ناس تجي هيك نزوة نزوة يعني هيك شغلي ولدني قولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم ألهمنا الرشد وجنبنا الزلل في قرار بدمر عليه هل في بعض الحالات يسمح بها يعني هاي ما لا بدأ يزعل في نسوان بترضى بهذا الكلام هذا مو كلامنا هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام هل يحل للإنسان أن نتزوج واحدة واثنين وثلاثة واربعة ولكن المرأة هذا يؤذيها تزوج وفي نسوان كمان بتروح بتخطب له سمعان أنا بإصاص كثير فالنبي عليه الصلاة والله قال إنما فاطمة ابنتي بضعة مني قطعة من قطعة لحم قطعة روح يريبها يريبني ما رابها ويؤذيني ما ما آذها لذلك الأب الأب الموفق هو الذي يقف مع ابنته من ولادتها حتى هو يغادر الحياة تكرمها وتزوجها ومن تحت لتحت تعطيها على الدنيا يجوز زوجها مو كل الأد ظرفها دول تبع آخر الشهر حتى هيك تشعر بانتمائها إلى أبيها وإخوتها الله يبارك لكم في بناتكم الأخو الكرامي اللي عنده مثلا ولد أو البلد ولد مثل البنت لكن البنت سبحان الله غالي عنده فحص لا بينام ولا بيأكل ولا بيشراب ولا وقعدين سهرانين معه حكيت لي إحدى القريبات قالت لي نحن قالت لي أنا فهمت لدروس أكثر منه أم سمع له وعمل له فحص وعم نروح الفحص معه يعني بس أنه ما بيفوتوا على قاعة الامتحان أما عايشين معه لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة الله يجبر خاطركم بأولادكم في دراستهم في اختباراتهم في زواجهم متى ما إجا صهر نيح بسعد الأب وتسعد الأم وإذا كان إجا شي واحد يا لطيف بعكر العيلة وعيلة العيلة رضي الله عن علي رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن فاطمة الزهراء ورضي الله عن أصحابي رسول الله أجمعين ربنا تقبل منا بسر الفاتحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر